بسم الله الرحمن الرحيم في الفيديو ده هنتكلم عن المهارات الأساسية التي يجب توفرها في المدير بحيث انه هو ينجح في المهمة بتاعته وهو تلات مهارات أساسية أولها اللي هي التكنيكال سكيلز لازم يبع عنده مهارات تقنية تمام بحيث انه هو يبع عنده حرفية ومملمة تماما بالميسولز والتكنيكس والاكويبمنز والرو ماتيريالز وكل حاجة متعلقة بالمهمة المسندة إليه انه هو يحقها والدبارتمنز أو الوركبليز انه هو مسؤول عنه فالتكنيكال سكيلز هي أول سكيلز من السكيلز الخاصة بالمالج تاني سكيلز اللي هي الهيومن سكيلز اللي هو لازم يبع عنده مهارات إنسانية تمكنه انه هو يشتغل مع ويحقق خلال من خلال الناس الآخرين انه هم على هاي التيمز انه هم موجودين مها في العامة ويكون عنده مقدرة انه هو يبطي الممبر وتيم ليدر في نفس الوقت وعندهم القدرة انه هو يبطي بتاعهم ويعمل لهم حتى يعمل لهم عن طريق استبعال او اتجاههم لفترة لو حصل اي خطأ تانت حاجة اللي هي القدرات الزينية انه يكون المدير عنده قدرة زينية انه هو يكون شايف المؤسسة كلها كدبارتمنتز في نفس الوقت في نفس اللحظة وعلاقاتها ببعض وتأثيرها على بعض هل التأثير على دبارتمنت معين او القرار معين في دبارتمنت معين في المؤسسة ازاي باثر على الدبارتمنت الثانية اللي موجودة في المؤسسة سواء بالإجاب او بالسلق وزي ما اتكلمنا قبل كده في النيو أبروتش هنلاقي ان اهم من الاسكيلز دي من التكنيكال و الهيومن سكيلز هنلاقي ان هي بيجي في المقام الاول الهيومن سكيلز تابع النيو أبروتش للمانجمينت لان زي ما اتفقنا قبل كده ان اهم اسد اهم اسد موجود في المؤسسة اللي هو الهيومن روسورس فبالتالي بتيجي الهيومن سكيلز رقم واحد في التلاتة سكيلز بعد يجي بعد كده ده يجي ان هو الهيومن سكيلز بيجي في المقام اشتركوا في القناة